السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي هنكمل النهاردة الفكرة بتاعة الفستان او البلوزة زي ما انت عايزة تعمليها هتطلع معاك لو طويلتي فستان لو اثرتها شوية تبقى بلوزة. عمنا المرة اللي فاتت الجسم وازاي تعملي الغرزة بتاعة الفستان نفسها. النهاردة هنعمل اه فكرة الكنار ازاي تعمليه. تابعوا معايا الفيديو النهاردة وان شاء الله نستمتع مع بعض. يلا بينا نبدأ الفيديو النهاردة. اه اربعة وعشرين غرزة سلسلة زائد اربعة بزعد اتنين تلاتة اربعة ستة 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 عشرين اتنين 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 اربعة وعشرين. اربعة وعشرين زائد واحد اتنين تلاتة واربعة. باخد الخيط وبادخل في الغرزة الخامسة هنا وبعمل عمود بلفة. طبعا بعمل بمشي بالعمود بلفة على كل ايه? على كل الغرز. تمام? بمشي بالعمود على كل الغرز بتحدي. هكمل انا بقيد العمود بقيد السطر وهارجع لكم تاني. العمود الثاني بنتلع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بلف الشكل. وبعد واحد اتنين وفي الثالثة هنا بعمل عمود بلفة. اتنين سلسلة واحد اتنين وفي الثالثة هنا هعموض بلفل. اتنين سلسلة. وفي الثالثة هعموض بلفل. اتنين سلسلة. وفي الثالثة. بالشكل ده. بنعمل الغرزة كده لغاية الآخر استطر. بنسل سلسلة تلاتة كده. واحد اتنين في السلسلة الاخرانية من السلاسل بنعمل عموض بلفل. وبطلع واحد ادنين. تلاتة. بالشكل. وبدخل في الغرزة نفسها هنا وبعمل عموض بلفها. تمام? باخد الخيط وبدخل في العموض اللي وراها. وبعمل العموض واحد. لا بعمل تلاتة عموض بلفها. نفس المكان. بالشكل ده. تمام? وبعدين اللي وراها برضو. العموض اللي وراها بعمل تلاتة عموض بلفها. والعموض بعمل تلاتة عموض. طاية اخر السطر بالشكلة. تمام? هكمل انا كده خلصت السطر بتاعي الغرزة. باجي هنا عد واحد اتنين وفي الثالثة هنا بعمل عموض. واجي اعمل عموض تاني في نفس المكان. بالشكل ده. تمام? بطلع واحد اتنين تلاتة والدول اللي وراها. وباجي اخد الغرزة اللي وراها بالشكل ده. وبعملها مع بعض. تمام? بالشكل ده. المفروض باخد بس ايه اتنين ومش تلاتة. عشان ايه? عشان تحس ان انت عاملة ايه? عامله مع بعض غرزة واحدة. تمام? كده. وبعدين باخد اتنين سلسلة. وباجي على الثلاث غرز دول. وبادخل فيهم. بعمل الغرزة الاوانية. مش بخلصها. بحولها على الابرة كده. حلقتين. وبعدين الغرزة التانية. نفس الكلام. والغرزة التالتة برضو. بالشكل ده. وباخدهم مع بعض. وبطلع واحد اتنين. وادخل على الغرزة التانية. اعملها وحملها على الابرة. بالشكل ده. تلات غرز. وبعدين بقفلهم بمنزلقة. واحد اتنين. بعمل الثلاثة اللي وراهم بنفس الطريقة. بكمل الغرزة بتاعتي كده. وهرجع لكم تاني. وصلت هنا للنهاية. وحبت اعمل اخر السطر بتاعي. هدخل في العمود الاولاني. في الغرزة شوية كده. وبعمل اول عمود. والسلاسل باخدها. واستخدمها كعمود بطلع اعملهم بالشكلة. تمام? بطلع السطر الجديد واحد اتنين دلاتة اربعة خمسة. وبلف الشوك. وبدخل في العمود هنا. داعي التاليتها. وبدخل اعمل عمود بلفها. وبعدين اتنين سلسلة. ادخل اعمل العمود ده. عمود بلفها. نسلسلة. بدخل. بشكل اعمل عمود الكفة. نسلسلة. ادخل اعمل عمود بلفها. من سلسلة. بدم والسلام تقول في العمود. هو ارد العمود اللي هي آآ لفتها. وادخل فيها. كلها. الشكل ده من تحتيها. بطلع عمود اتنين سلسلة. باخد الخيط. ايه ده يجي. ايه? اعمل عمود في الاخر بالشكل ده. تمام? اهي العمود بتحتي. بطلع واحد اتنين تلاتة. برفي الشغل وباجي هنا في السلاسل بعمل عمود. اتنين عمود. في العمود دوت بعمل عمود. في الفراغ اتنين. فوق الاتنين سلسلة. اتنين عمود. وفوق الحمود بعمل عمود. تمام? الشكل ده. اخر السطر. باملة كل الفراغات بالايه? بالاعمدة بتحتي. خلصنا بالشكل ده الحمود. وجيناه في اخر سلسلة من الثلاثة دي. وبنعمل عمود جلفة. هبدأ انا اعمل الفاكرين الفيديو اللي فات بتاع غرزة اللي عملناها اللي انا عملت لها فيديو. اه مش عارفة انه هينزل اول الفيديو ده وتولى الفيديو التاني. مش عارفة. الفيديو بتاع الرسمة اللي بتطلع بسبعة بالشكل ده مفرغة وبتنتهي بتمانية هو ده اللي انا هشتغله دلوقتي. وهي بداية الغرزة بتاعتي اللي هي عبرم عن آآ عن اعمدة. يمين واعمدة شمان بينهم اتنين سلسلة. فبطلع تلاتة. ورفل الشغل بالشكل ده وبطلع اعمل اعمدة. الاربعة اللي هنا عندي. تلاتة. اربعة. بصوا هنعدهم. هنا. واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تسة عشر احداشر يطناش تلاتة اربعة الاتشار خمسة دايست الداشر سبعة ارتشرة تمانتاشر ادشتر افت ادشي اتنين سلستين احد وعشرين اتنين اتنين%. اتمام؟ وهنا واحد. اتنين. اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر بنجي هنا نسيب ايه نسيب السلسلة الزيادة بنحط لها فوقيها غرزة آآ عمود غرزة السلسلة في الجزء اللي في النص تمام هنكمل انا اللي هنقوم بتاعتي لغاية لما وصل اتناشر كده كم كده اربعة كده خمسة كده سبعة تمانية نعدهم نتأكد الاول اتنين تلقية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اتناشر اتناشر طبعا انا عايز اعمل اتنين سلسلة مسلا قاعدة احمل اتنين سلسلة مش مشكلة يكون هنا قد هنا واحد اتنين وفي الثالثة هنا نعمل عمود ونكمل بقية الزغرز عادي ممكن تكون عشان انت هتعملي الغرزة بتاعتك آآ مش مش صغيرة بالشكل ده انت هتعملها كبيرة فمش هتبن قوي لو كان في غرزة او غرستين مش ايه مش معمولين او ايه ومش محطوطين آآ مكنهم فانت هتشتغلي على واسع على كبير فهتعمل معاك مش بتصير معاك كتير في الشغل ومش تبن قوي معاك لو انت استغنتي عنه غرزتين بصوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة دمانية تسعة عشرة ادعشرة احنا عملنا في النص سبنا اتنين مش واحدة تمام ايه بالشكل ده بطلع الغرز بتاعتي زي ما عملت في الغرزة دايمن ان انا بطلع دلوقتي انا عملت اتناشر واتناشر مثلا بطلع هنا بعمل بقسم الغرز بتاعتي يعني بقسمهم هنا في الاول تقسيمة بحيث ان انا هشتغل هنا اربعة تمام يعني بدخل وقبل ما يجي بس وادي واحد اتنين تلاتة ورفي الشغل باجي هنا واشتغل اموت باري كل الوقتي ايه 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 قبل ما اجي على الجزء دوت بعمل اللي هي الاتنين سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بعمل اتنين سلسلة وباجي على العمود الاخراني بسيب اتنين في النص وبتشغل عمود والاتنين سلسلة بشتغل فيهم عمود اتنين عمود وفوق العمود الاخراني هن اما العمود والاتنين سلسلة بسيب اتنين والشغل في التالت بالشكل عمود اتنين حمود تلاتة بالاخر بشتغل الاخر الغرزة بتاعتي كده اهي واحد هنا واحد هنا تمام هجمل لغاية الاخر العمود بتاعتي بطلع سطر الجديد بتلاتة وبدخل بعمل كده اشتغل العمود بتاعتي وقبل الغرزة الاحرانية اتنين سلسلة باخد الخيط بشتغل فيه بالشكل ده وبعدين بدخل هنا بعمل عمود اتنين عمود بعدين اتنين سلسلة وبشتغل هنا بعدين اتنين سلسلة وبشتغل هنا وبشتغل العمود بعمل كده بعدين اتنين سلسلة واحد اتنين تلاتة تمام واحد اتنين بعدين اتنين اتنين اتنينlli اتنين collector عمود. بعدين اتنين عمود. بقى هنا اتنين عمود بس. وبعدين اتنين سلسلة. باخد الخيط وباشتغل افر عمود. بعدين بدخل هنا وبعمل عمود. اتنين عمود. والعمود والعمود. نسل سلسلة. اتشتغل الاربع اللي هنا. واحد. تلاتة. اربع. نسل سلسلة. وباشتغل نحية دي. في الفراغ اربع. اتنين في النص. واحدة في العمود. بعدين اتنين سلسلة. وباخد. واحد اتنين. ثلاثة. بعمل تلاتة عمود. بلف. باطلع واحد. اتنين. ثلاثة. وباخد الخيط. باجي. ادخل في الغراز اتنين. واحدة. 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 خمسة عمود تاني. بس بالطريقة دي. يسل سلسلة. عمود والعمود. بس بالعمل. اتشغل التاني. وشكلت. و سكسل بعدين مستغرين لامود و سكسل وي لامود أخذيني اعمل عمود عمود في النصف وي عمود في الآخر هي اخر حاجة بالشكل هذه الشكل تعيد اهو بعد كذا هطلع واحد اثنين ثلاثة بلف الشغل باقي هنا باشتغل فوق الأعمود عمود والعمود عمود هدخل هنا واعمل اثنين العمود بعدين فوق العمود ده عمود واتنين سلسلة هي جاهز فوق العمود ده عمود وفوق الفراغ هنا بعمل أربعة فوق العمود ده عمود بالفراغ هنا من العمود في عمود نكمل الآخر عمود في السلاسل هي السلاسل نفسها بالشكل اه هنعيد بقى الرسمة بتاعتنا اهي هنعيدها وبنعمل الجزء الاخراني من الرسمة هنقوم مع بعض دلوقتي تمام؟ اللي هو بداية الرسمة دي اللي انا عملتها معاكم في البداية فهنعمل دي طبعا اللي بيجيو ننزل قبل كده الرسمة بتاعتم مختلفة شوية زغارين تمام؟ هنعمل عمود مش عاية طويل عليكم فهاختصر شوية العمود جديد انا عند الورس ودخلنا اعملنا عمود عمود تاني وفوق العمود هنا عملنا عمود واتنين سلسلة فوق العمود ده عملنا عمود ودخلنا في الفراغ عملنا اتنين عمود وفوق العمود عمود اكمل انا العمود بتحتين زي ما عملت هنا هعمل الناحية التانية تمام؟ بكده انا خلصت السطر بتاعي وعملت كمان فوق زي ما عملت بدايتنا عمويد عملت نهية عمويد بكده هوا اهي الرسم بتاعتي بتاعتي الجزء ده ممكن كمان تعديها النحية دي فوق بتعمليها من تحت ومن فوق زي ما انت عايزة بتكرر الرسمة دي هنا او بتكرر الرسمة دي لعفان تحملي باقي دي الفرسان الموضوع سهل وبسيط وحركات بسيطة جدا وباترون بسيط جدا ممكن تعملي الجمال دوت والشكل الجميل دوت للبلوزة تمام وده بيبقى مسلا عليكم الشكل هيبقى حلو قوي لو كررنا الغرزة آآ وضعفنا القاعدة شكرا لهم جدا وإلى اللقاء بازني اللافذ واخرى مع تحياتي جاهل انصار